الآن بسم الله والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين أهلا بحضراتكم في برنامج سراج لرجلي كلامك الحقيقة احنا بنعمة ربنا كنا الحلقة اللي فاتت بدأنا رسالة بطرس الرسول الأولى ووصلنا في الإصاحة الأول إلى آية رقم 5 وكانت آية قوية جدا وبتتكلم على أن احنا كمؤمنين أو كمسيحين نحن بقوة الله محرسون وفيها معلمنا بطرس الرسول بيكلمنا عن الميراث اللي بينتظر الإنسان المؤمن الإنسان اللي عايش مع ربنا وبيجاهد الإنسان المتمسك بوصية النعمة صلاة كتاب مقدس أداس تناول واعتراف هذا الإنسان بيبقى محمي بربنا على الأرض وعنده رجاء في السماء والأبدية بنعمة ربنا النهاردة نبدأ تأملات من أول آية رقم 6 واللي فيها معلمنا بطرس الرسول بيأكد على السماء والأبدية وبيأكد أنه ده سر فرحنا كمسيحيين أن إحنا عندنا رجاء في مكان أفضل بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنونا يسيرا بتجانب بتجارب متنوعة الحقيقة معلمنا بطرس الرسول بيقول إنه مفروض إن إحنا نفرح بالسماء والأبدية ولكن ما فيش شك إن الشخص المؤمن واللي عايش مع ربنا هو عايش في وسط عالم قد وضع في الشرير العالم وضع في الشرير فيه خطية وفيه شر وفيه ظلم وفيه اضطهاد وبالتالي على الإنسان المؤمن أو الإنسان المسيحي إنه يتوقع إن العالم مش هيرحب بيه قوي مش هيقبله قوي والمسيح قال لنا كده إذا عملوا كده بالعود الراطم يعني إذا كان المسيح شخصيا الذي لم يوجد في فامه غش ولم يصنع خطية وحصل فيه اللي حصل طب إحنا بقى كناس ننتمي للمسيح ومنوعف أخطاء ممكن يحصل لنا إيه من العالم لدرجة إنه سيد المسيح له المجد قال لنا في إنجيل يحن أنه سيأتي وقت يظن الذين يقتلونكم أنهم يقدمون خدمة لله هيجي وقت يتخيل الناس اللي بيقتلوكم أنهم بيرضوا ربنا عشان كده السيد المسيح قال لنا أنتم لستم من هذا العالم لا تحط سلامك في العالم ولا تحط سلامك في بني أدمين سلامنا في الأساس موجود في ربنا وفرحنا بربنا وبالتالي على الإنسان المسيح إنه يتوقع إنه تبقى فيه مشاكل بعض الناس يقول لك الله هو ليه الإنسان المسيح اللي بيتعارض لمشاكل هو يعني ما أنتم كده بيتخوفونا من العشرة مع ربنا وبعض الناس تقول لك خليني على مسافة من ربنا مش عايز قوي أمشي في طريق ربنا بجد ولا أخدم ولا عيش معه لألا أتعرض لتجارب بعض الأشخاص يقول لك أنا كل ما بصلي بيجرالي مش عارف إيه كل ما بروح الأدس وتناول بتحصل لي مشاكل وتجارب صعبة خلينا نبقى واضحين وصرحة صحيح الإنسان المؤمن هيتعرض لتجارب والمسيح كلمنا على أنه الإنسان اللي بنا بيته على الصخر هتهب عليه الرياح وتسقط الأمطار ولكن الفرق كبير ما بين أي شخص ماشي مع ربنا وأي شخص بعيد عن ربنا خلينا نقر أن كل البشر اللي في العالم بيتعرضوا لديقات ومشاكل وبيتعرضوا لتجارب جايز كل واحد فينا بيركس مشاكله لأنها تخصه وتوجعه لكن ما فيش شك لو سألت أي إنسان في الدنيا يا ترى أنت بتتعرض لديقات ومشاكل طبيعي هيقولك أه طبعا وممكن ناس ظلمني وممكن ناس ديئ لكن الفرق الإنسان اللي ماسك في ربنا ومسنود عليه بيبقى قوي والتجارب اللي بيمر بيها بتبقى سبب إنها تقربوا أكتر لربنا وتخليه يعيش مع ربنا ويتمتع بالوجود معاه لأجل كده الكتاب المقدس واضح قال لنا في العالم سيكون لكم ديق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم الشيء اللي يطمننا إنه إلهنا إله قوي ملك الملوك ورب الأرباب ضابط الكل لا يعصر عليه شيء حتى لو تعرضنا لديقات ومشاكل ودوارد إحنا ملناش غيره نمسك فيه نصليله نصرخله نقول له يا رب إن لم يسر وجهك أمامي لأسير وفي نفس الوقت يبقى عندنا رجاء فيما عنده وفي عمله في حياتنا عشان كده يأكد بطرس الرسول في إنه وإن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لازم هنحزن ولازم هندايق من الظلم والشر وتلاحظوا إنه بطرس الرسول قال يسيرا يعني يسيرا يعني إيه وعتدت خيل إنه الحزن هيبقى بالعنف ده حتى لو كان ظاهر كده يعني إيه يعني داود النبي في المزمور يقول عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلزز نفسي يعني إيه يعني إحنا ساعتنا تخيل إن الشخص اللي بيمر بديقاته وتجارب بنبص بس على الحتة اللي فيها ديء وفيها مشكلة وبننسى إنه بيبقى فيه تعزية وفيه عمل نعمة بيشتغل بيه ربنا مع ولاده يا ما ناس يا جماعة ودي شفناها بعنينا في التعامل مع الشعب سواء عندنا في كنيسة أو في كنايس تانية بيمروا بتجارب صعبة وصعبة جدا لدرجة إن بعض الأشخاص مننا لا يتخيل إنه ممكن يحتمل واحد علمية من التجارب الناس دي لكن إحنا بنبص بس على الجزء اللي فيه ألم الناس دي مش بنبص على تعزية ربنا ومعونة ربنا الله عندما يعطي التجربة لولاده يعطي معها المنفذ يعني يعطي معها المنفذ يدي معها المعونة ويدي معها النعم يا ما شفنا ناس مروا بمشاكل صعبة وجمع الوقت قالوا إنه لولا التجارب والضيقات دي لكنا عرفنا نقرب من ربنا ولا كمان القريبين مننا قربوا من ربنا صحيح في بعض الأشخاص ما بيبقاش فاهم ما هو هدف التجربة أو قيمة التجربة أو إيه اللي ممكن التجربة تعمله لكن وبيبقى متزمر جدا وناقم جدا على ربنا وعلى عمله لكن الإنسان لما بيصلي وبيهدى وبيطلق لربنا العمل والتعزية بيلاقي إن كل الأشياء تعمل معا للخير فيه تجارب تجارب يسيرة ولكن التجارب دي مهمة عشان الإنسان يتلقى ويقرب من ربنا ويتسند عليه وخلينا نبقى واضحين أقوى صلوات لينا وأعمق صلوات لينا تمت وأنا وحضراتكم موجوعين ومتدايقين لكن لما بنبقى للأسف فرحنين ومشغولين عن ربنا بنشعر إن إحنا مش محتاجين لعمله ولا محتاجين نتسند عليه لكي تكون تسكية إيمانكم وهي أسما من الذهب الفاني مع إنه يمتحم بالنار توجد للمتح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح بيتكلم على ما يسمى تسكية الإيمان يعني تسكية الإيمان يعني الإنسان مننا عشان يبقى إيمانه بربنا قوي وإيمانه بربنا واضح وإيمانه بربنا محدد لازم يتعرض لاختبار يعني تخيل كده حضرتك في الدنيا عندك أصدقاء ليك كل ما هيشوفوك يقولوا إحنا بنحبك جدا وإنت غالي علينا جدا ومفيش أحلى منك جدا تعبيرات دي إمتى تعرف الكلام اللي هم بيقولوه كلام حقيقي أو لا لما تيجي تقع في مشكلة أو تطورت تلاقيهم جنبك يبقى هم فعلا بيحبوك تلاقيهم إن شغلوا عنك وعملوا مش واخدين بالهم يبقى محبتهم وإيمانهم بيك وعلاقتهم بيك مش علاقة قوية الكتاب المقدس يقول لنا نحن نحبه لأنه أحبنا أولا أو قبلا احنا بنحب ربنا ليه لأنه أحبنا وأسلم ذاته وأطاع حتى الموت موت الصليب والمسيح ملك الملوك ورب الأرباب أخلى ذاته أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وأطاع حتى الموت موت الصليب يعني المسيح لما بيلنا أنه بيحبنا وبيلنا أنه محبته لنا محبة غير عادية عمل إيه؟ أنه جيه على الأرض ومات لأجلنا وعمل كل شيء لأجل خلاص نفوسنا فمحبة المسيح لنا كانت محبة عملية إيماننا برضو بربنا لازم يبقى كده لازم يمتحن زي ما الدهب يمتحن بنار ولما يتحط الدهب في النار الشوائب اللي فيه بتروح ويتنقى الدهب ويعلى العيار بتاعه بدل ما يبقى 18 يبقى 21 وبدل ما يبقى 21 يبقى 24 برضو إيماننا كده إذا كان الإنسان عايز يتأكد إنه بيحب ربنا أو لأ يسأل نفسه سؤال لما أنا بمر بديقات ومشاكل بعمل إيه؟ فعلا بتسند على ربنا وبمسك فيه ولا بتزمر عليه وقال له دي أخرة اللي يعيش معاك بعض الناس ساعات يعمل كده لما يمر بديقات وتجارب يقف قدام ربنا يقول له يعني هي دي أخرة اللي يصلي لك أخرة اللي يصم لك ما احنا يامة في الكنيسة خدنا إيه؟ ويتزمر الإنسان على ربنا ده معناه أن الإيمان محتاج مراجعة زي ما حبنا المسيح وزي ما ضحى لأجل أبديتنا ولأجل السماء إحنا كمان علينا نبقى جدعان معاه إحنا للأسف للأسف بنبقى جدعان مع ناس كتير ولو حد أقدم لنا مواقف جيدة بنبقى الحقيقة محرجين منه ونتمنى أن يطلب أي حاجة عشان ننفذها له بنعمل كل ده مع الناس كلها ونيجي على محبة المسيح وعلى اللي عمله المسيح لينا ونعمل مش واخدين بل عشان كده معلمنا بطرس الرسول يقول لنا لكي تكون تسكية إيمانكم وهي أسما من الزهبة الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمتح والكرامة والمد عند استعلان يسوع المسيح لما نيجي بقى نقف قدام ربنا يسوع المسيح نلاقي أن الله سيمسح كل دامعة من عيوننا وإن إلهنا لأنه إله عادل سيجازي كل واحد بحسب أعماله ولأنه إله كريم هيدينا كمان فوق أعمالنا متح وكرامة ومد وبرك عشان كده كل القديسين وكل أبقنا الشهداء اللي قدموا حياتهم لأجل ربنا كان عندهم ثقة ورجاء في كده أنه هو بيعمل ده عشان يتمتع بالوجود مع ربنا ويتمتع بالمجد والسماء اللي أعدها الله للذين يحبونه عشان كده بصوا للدنيا وحسوا للدنيا ما تستهلش وإنه ما ينفعش يضحي بالأبدية والسماء عشان قاطر أمور زائلة يقول الكتاب المقدس لأن الأمور التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية الأمور اللي احنا منشوفها بعينينا على الأرض كلها أمور وقتية ولذات وقتية بينما الأمور الأبدية والسماء دي أمور إلى مال نهاية إذن هنا على الإنسان أنه يفكر بالراحة ويفكر بعمق أنت عايز إيه؟ عايز فترة مؤقتة تقع فيها في الخطايا التي لها تشبعك ولا تفرحك ولا عايز تفرح بربنا وتتواجد معاه عايز تأخذ المجد والبرك عشان كده في إيمان الكنيسة نلاقي أنه أبأنا الشهداء يبقى ليهم مرتبة عالية بعد الملائكة وبعد الست العدرة فوق الكل ليه الشهداء حتى قبل القديسين؟ لأن دول ناس ضحوا بحياتهم لأجل ربنا وأثبتوا أنهم عندهم استعداد يموتوا ويمات لأننا من أجلك نمات كل النهار زي ما قال معلمنا بوليس الرسول عشان خطرك يا رب مستعدين أن احنا نمات كل النهار إذن إخواتنا اللي سبقونا واستشهدوا على اسم المسيح تخيلوا حضراتكم دول في السماء بيبقوا قبل حتى قديسين عظام زي الأم منطنيوس وزي الأم بشوي وزي قديسين كتير قوي ماستشهدوش على اسم المسيح الناس دي بتاخد أو الشهدة دول أبقنا الشهدة بياخدوا كرامة ومجد أكتر من قديسين عاشوا الفترات طويلة في حياتهم مع ربنا وبيحبوا ربنا يقول كمان وذلك وإن لم تروه تحبونه ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد يقول كده أنا عارف أن انتو مش شايفين ربنا انتو ما كنتوش شايفين المسيح اللي احنا شفناه ولمسناه واتكلمنا معاه وسمعناه لكن وإن لم ترونه تحبونه يعني إيه وإن لم ترونه تحبونه الحقيقة المسيح مش محتاج يتشاف عشان يتحب المسيح لو سمعنا عنه وسمعنا عن عمله وصدقنا كل التفاصيل المذكورة عنه في كتاب المقدس طبعا هنحبه ونحبه بسهولة هنحبه لإنه مش هنلاقي حب أعظم من كده ومش هنلاقي وصايا وتعليم أعلى من كده ومش هنلاقي يعني إله أحب خاصاته إلى المنتهر وبزل ذاته لأجلنا زيه ومش هنلاقي إله يشعر بأولاده زي ما ربنا عمل يقول الكتاب لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين لو إحنا ركزنا مع المسيح مش هنقدر ما نحبوش المسيح هو أبرع جمالا من كل بني البشر المسيح اللي خلى ناس كتيرة من الفلسفة حتى غير المسيحيين يقولوا أنه المسيح ده مختلف شيء مختلف هو رسول للسلام وهو مصدر للحب هو حب ماشي على الأرض حتى غير المسيحيين كتير منهم لما بيقرأ وبيهدى كده وبيصلي بيلاقي أنه لا مسيح ده مختلف كتير من الناس اللي كانوا غير مسيحيين وصاروا مسيحيين من ضمن أسباب مسيحيتهم انجزابهم بشخص المسيح عشان كده الكتاب يقول لنا ليحل المسيح أو ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القدسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة يعني كتاب المقدس بيصلي لنا بيقول يا رب المسيح يحل بالإيمان في قلوبكم عشان تقدروا تعرفوا يعني ربنا بيحبوكم يعني ربنا مات على شجه يعني ربنا أخلى ذاته وأخذن صورة عب صائرا في شبه الناس لو صدقت الحقيقة دي وبصيت على اللي عمله المسيح لأجلك هتحبه وتبقى مش قادر تقوله غير اللي قاله له معلم نابولس الرسول أن محبة المسيح تحصرنا ولما يعرف نفسه معلم نابولس الرسول يقول أسألكم أنا الأسير في الرب سؤال لكل واحد فينا بعد السنين دي كلها من اللي عمله المسيح بعد النبوات بعد كلام الأباء الرسل بعد التفاسيل يا ترى محبة المسيح أخبارها إيه مهتم بيه مهتم من محبته مركز معاه ولا مشغول بذاتك وبشهواتك وبدنيتك لا يمكن لأحد أن يخدم سيدين ربنا يديني وديكوا نعمة أن احنا نركز مع المسيح ونركز مع تعليم ووصيات نحبه لأنه صدقوني مش ألاقي حد يتحب أكتر منه ولا أفضل منه وللهنا المجد دائما أبديا أمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة